أنا أحلم أنا أحلم موعدكم مع الأحلام في فقرة أنا أحلم موعد متجدد دائما مع الإرادة والعزيمة والإرادة هي التي تضعنا في بداية الطريق أو تجعلنا نبدأ الطريق أما العزيمة فتجعلنا نواصل فيه معنا اليوم ضيفة لديها الإرادة وبإذن الله ستكتشفون بمرور الأيام أنا لديها العزيمة المبدعة الشعر الأديب رتاجة رابلسي صباحك سعيد وأهلا بك معنا أهلا بك ميسي شكرا عليتي الاستضافة نعم طيب شرفتنا بحضورك ونود أن نتحدث معك عن قصاتك القاسرة التي كتبتها وأحدى القصات الشعرية عن الأب طبعا في إطار حلمك لإرضاء أبيك حفظه الله لك هو وأمك وكل من تعرفين شكرا وبالمناسبة تحية للاولياء وتحية للمربين وللأستاذ حلمة بوعلاج لأنها أستاذتك لغة العربية قدمي لنا بماذا تريدين أن تبدأ بالقصيدة أم بالقصة أريد أن أبدأ بالقصيدة حسنا تفذل أبي لم أجد صدرا يضمني إليك سواك فأنت نبع الحنان السامي ونبع الحب الصافي أبي أنت من علمني معنى الحياة أنت من أمسكت بيدي على دروبها أجدك توافقني في رأيي حتى لو كنت خاطئة فأنت معلمي وحبيبي ورفيق إلى الأبدا كلما كبرت كبر شوقي إليك فكم أنتظر أن أراك في جنات نعيم أبي أردت أن يصلك إحساسي من خلال ما رافته أنفاسي أردت أن تصل كلمتي إلى قلبك فأنا لا أتأمل حياة بعدك أردت أن تصل إليك كلمة خرجت من أعماقي لم أجد أجمل من هذه الأوصاف أصفك بها لأنك أجمل على قلبي على حياتي وروحي منها فعندما قررت رسمك رد علي قلمي بكل خجل آسف لا أستطيع سألته فرد أستطيع أن أرسم وردة زهرة حقلا أما هذا لم أستطع ولن أستطع يا أبي لم أعد قادرا على الكلام فالكلمات عاجزة والعبارات ناقصة والتعبيرات تخونني في وصفك رحت إلى السوق لكي أشتري لك ساعة لكن لم أجد ساعة تبين مدى حب إليك ولو خيروني بينك وبين مال قارون أخطار مال قارون وأقدمه لك هدية أبي كل الأوصاف التي قرأتها لك ولكن لم أكتفي من الكلام فأنت الجمال والملاك على وجه الأرض جميل تحية من المخرج أيضا وجهها إليك وإلى هذا الإبداع طيب يعني منذ متى بدأت تكتبين منتجات أدبية بهذا الشكل عندما كنت صغيرة كنت أكتب قصائد معناها قصيرة ولكن تطورت كلمات قصائدي كلما كبرت سنة بعدها نعم إذن كنت تكتبين قصائد أقصر من هذه ولأن أصبحت تكتبين قصائد بهذا النوع إذن ماذا تقولين للأستاذ حليمة أبو عليك قلت لي أنك تريدين تحيتها تعبيرا لها عن العرفان بالشميل نعم أريد أن أقول للأستاذة والشاعر القديرة وابنة القيروين حليمة أبو عليك شكرا على المجهود الذي أبذلته معنا فأنت أمرأة عظيمة وأنت قدوة للحياة نعم تحية للشعراء من القيروين ومن خارج القيروين نحن دائما نحيي جميع الجهات وحتى الشعراء من كل أنحاء العالم لأن الشعر هو الشعر دائما بإبداعه وتميزه وحسن سية الشعراء المرهفة دائما وصدق تعبيرهم طيب القصة تفضلي عندي قصة قصة حلم وتحقق نعم دائما في إطار الأحلام لهذا اخترت أن تقدمي القصة قلت لكي قدمي القصدة والقصة في هذه الفقرة نعم حقيقة قرأت القصة الحصة الفارتة ولكن سأعيد لأنا أعجبت عبد المجيد فرحات نعم تحية للأستاذ عبد المجيد فرحات أنت قدمت له القصة في برنامج يعني رهان القرى والآن تقدمينها في أنا أحلم وإن شاء الله تكون لدينا استضافات أخرى في برامج أخرى وربما في هذا البرنامج تقدمين فيها قصة أخرى هأنا اليوم عائدا من المدرسة إلى البيت هأنا اليوم معلمة أدرس اللغة العربية كما أحببت عندما كنت أدرس كنت أجلس على طويلة المعلم بينما تكون القاعة من دون أستاذ ولا تلاميذ كنت أخذ قطعة تباشير وأكتب بها كل ما درسته في الحصة الفارتة وما قبلها كنت إذا لعب أطفال الحي لعبة مثل الغميذة لا ألعب معهم بل أطرح عليهم أن نلعب لعبة المعلم وتلاميذ ومن أعوام المعلم أنا بطبيعة الحال ذات يوم وأنا مرهقة من التعليم جلست على الأريكة طلبا لبعض الراحة وإذ بخيالي راح إلى الصندوق الذي كنت قد وضعت كل أهديف المستقبل كل تمنيتي كل صوري وشهاداتي التي تحصلت عليها من الأساتفتي ذهبت إلى الصندوق الذي كانت على كل جينبيه غبارا فتحته وإذ بشبكة العنكبوتي لم أرى شيئا من خلالها مددت بصورة أخذتها من المدير عند دخولي إلى المدرسة ومشاركتي بمسابقة تحدي القراءة وشهاداتي وميداليات اللغة العربية كنت أحبها أكثر من نفسي كنت أكتب قصصا شعرا قصيدة ومع أجملات تلك التي كنت أكتبها ففي كل وقت فراغ أقرأ كتابا أو مجلة أو قصيدة ولذلك أنصح كل الناس إن كان لديهم هدفا فلا يستسلموا إلا إذا وصلوا إليه بل يوجد شيء مستحيل إلا في قموص الضعف نعم جميلة هذه القصة ويقول الدكتور شريف عرفة تأمينا عن ما قلته أن الإنسان إذا ملأ عقله اللواعي لدينا عقل واعي وعقل واعي العقل اللواعي يتأثر بالمشاعر وبالحياة اليومية أن من يملأ عقله اللواعي بتخيل أن حلمه قد تحقق فهو في المستقبل بالتأكيد سيحصل عما تركته هذه التخيلات وهذه العبارات التي يستعملها في حياته اليومية ستساهم في تحقيق حلمه سيجدها قد أثرت على حياته وعلى عقله الواعي فبالتالي يعمل على تحقيق الأحلام وتحية لكل مدرس وأنت دائما أظهرت أنك متأثرة بالأستاذ أحليم أبو علاج لأنك أردت أن تكون مدرسة لغة عربية فأثبت لنا أنها كانت قدوة لكي وأيضا لغة الضاد هي من بين اللغات العظيمة بل أعظم لغة ويقول فيها الشاعر أن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد تحية لكل من يتبعنا من المعالمين ومن أحباء اللغة العربية منذ متى بدأت كتابة القصص؟ بدأت كتابة القصص عندما كنت صغيرة أقرأ قصة أو أكتشف شيئا جديدا أكتبه في قصة أو أرى شيئا جديدا أكتبه في قصة ولدي العديد من القصص في البيت التي أكتبها بنفسي نعم قلت لي قبل التسجيل أنا لديك 32 قصة ودائما تكتبين أو تحاولين الكتابة سواء في الشعر أو في القصة ودائما نحث الأولياء والمربين على متابعة القصص وخاصة على تصحيح الأخطاء التي قد ترد فيها حتى لا تتكرر مستقبلا مدام التلميذ صغيرا فهو يخطئ ومدام يخطئ فعلينا إصلاح الخطأ حتى لا يتكرر مر الوقت سريعا معك وكنا نود أن نقضي معك مدة أطول لكن هذا الوقت الذي تسمح به المساحة في الإذاعة نشكركم جميعا أعزائنا المستمعين على المتابعة نشكر الأستاذ نوفل الشرطاني والأستاذ فجرية على إشرفهما من ناحية التقنية ونشكرك ريتاج على الحضور ودائما أقول للمستمعين أن النجاح والسعادة دائما توأمان يعني النجاح يجر السعادة عندما تنجح تشعر بالسعادة وعندما تكون سعيدا تبذل مجهودا أكثر للنجاح فقط النجاح يحتاج إلى محفز ويبقى الحلم أقوى الدوافع أنا أحلم أنا أحلم